تهديد ووعيد إسرائيلي بالتصعيد ضد إيران إنذار أخطر به مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي خلال زيارة إلى تل أبيب لبحث ملف إيران النووي سيما بعد دعوات غربية لمجلس محافظي الوكالة لتوبيخ طهران لعدم ردها على أسئلة بشان أثار اليورانيوم في مواقع نووية غير معلنة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت قال في بيان إن اللقاء مع جروسي أكد على أهمية توصيل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة واضح لا لبس فيها لإيران في قراره المقبل وشدد البيان على أن تل أبيب ورغم أنها تفضل المساعي الدبلوماسية فإنها تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس واتخاذ إجراءات ضد إيران لوقف برنامجها النووي إذا فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك خلال إطار زمني مناسب بدوره قال جروسي على تويتر إنه زار إسرائيل بدعوة منها وأكد لحكومتها أهمية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية للسلام والأمن العالميين دون أن يذكر موقف إيران التي وقعت على المعاهدة من جانبها أعربت إيران عن استعدادها للرد الفوري على أي تحرك غربي ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية معتبرة زيارة رئيس الوكالة لإسرائيل تتعارض مع حياد المنظمة الدولية وانقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قوله إن أي تحرك سياسي من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في الوكالة سيقابل دون شك برد متناسب وفعال وفوري من إيران هذا وتعتبر إسرائيل التي لم توقع على المعاهدة رغم التوقعات الكبيرة بامتلاكها أسلحة نووية أن إيران تشكل تهديدا لأمنها وتؤكد معارضتها إحياء الاتفاقية الدولية الموقع عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني التي من المفترض أن تمنع إيران من حيازة القنبل الذرية مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها